موسيقى التهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر محور مباحثات الرئيس السيسي ووزير خارجات إيرتريا وسط التأكيد على استمرار التنسيق المشترك الرئيس السيسي يوجه بتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكومة عليهم في جرائم مختلفة مصر تدينه الدعاء وزير مالية إسرائيل بوجود مبرر أخلاقي لتدويع الفلسطينيين وتعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومرفوضة شكلا وموضوعا السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرائم نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخريدية الإيرتري عثمان صالح وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم رسالة خطية من الرئيس السياس أفرقي تضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس السيسي والعلاقات بين البلدين الشقيقين والإعراب عن تطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفاي على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهم المشتركة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيرتري عثمان صالح وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير إيرتريا بالقاهرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفرقي تضمنت الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين والإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنصيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها وفي هذا الصياق تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر حيث تم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة تنصيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقرار مصادر العملة الأجنبية في مصر وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الإسبوعية شدد مدبولي على أن الاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة بالكامل محذرا من الشائعات التي أثارت البلبلة حول أزمة العملة التي استفاد منها عدد كبير من تجار السوق السوداء وعايز أقولها هنا وأوضح للمواطن المصري فيه ناس وقت الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي احنا كنا فيها وهي تجارة السوداء أو الموازية استفادوا بأرباح كبيرة جدا وهذه الشبكات من مصلحتها الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن أن نرجع تاني للأسف في نفس المشهد فحنلاقي نفسنا الحروب النفسية وحروب الإشعاعات والحقودة والدولار ومش الدولار وكل الكلام ده وأنا بأكد مرة أخرى الحمد لله الوضع مستقر تماما الاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة وبتطلع وموجودة وما فيش أي حد طلب أي مبالغ علشان مستلزمات إنتاج وعلشان الاحتياجات للدولة ووقفت خالص ولا تأخرت ولا إحاك كل شيء بيتلبى وما فيش أي مشاكل فيه قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة وواضحة خلال شهر كما أشار إلى وجود برنامج واضح لدعم الصادرات واستهداف تقليل تضخم لأقل من 10% خلال الفترة المقبلة عندنا مستهدف واضح جدا وقلناه وحكرره دورنا الفترة الجاية إن شاء الله على مدار لغاية نهاية 25 أو بداية 26 أن نقلل التضخم إلى أقل من 10% ده هيبقى شيء مهم جدا 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 للدولة المصرية عشان استقرار الأسعار عشان نمكن القطاع الخاص أنه يقدر يحصل على اقتمان بسعر مخفض ونشجع كل القطاعات المنتجة في الدولة المصرية أنها تتحرك فيها فبالتالي الدولة المصرية لدينا الرؤية الكاملة لهذا الموضوع هنتحرك فيها هنعلن بالتفصيل زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله على بداية أو يعني نقدر نقول في خلال فترة أقل من شهر منظومة كاملة للسياسات الضربية والدعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية للفترة الجاية بإذن الله قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الأسواق العالمية خسرت نحو 6 تريليون دولار فيما عرف بيوم الاثنين الأسود وأشار إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى حالة من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير أيضا على مصر اللي حصل في الأسواق العالمية الجمعة بيطلع تقرير في الولايات المتحدة بيوضح أن هناك مشكلة وأن هناك تخوفات من أن الاقتصاد الأمريكي يدخل في مرحلة ركود وضغوط استقبلته أسواق العالم كلها بإضطراب شديد حضراتكم أكيد تبعته يوم الاثنين واللي أطلق عليه الاثنين الأسود في العالم كله أسواق البورصات العالمية يعني فتحت على خسائر هائلة أو نزول كبير جدا الأرقام والتقديرات أنها الخسائر دي وصلت على مستوى العالم أكتر من 6 تريليون دولار وأطلق عليه زي ما قلت لحضراتكم يوم الاثنين الأسود وابتدى يحصل التراب شديد جدا ولكن يعني الحمد لله ابتدى بعدها بتاني يوم ابتدت الأسواق تتعافى ويعني الدنيا تبدأ ترجع مرة أخرى للاستقرار أنا بدي بس حصل إيه في أسبوع واحد وتدعياته إيه على الدولة المصرية يعني عشان يبقى كلنا حاسين بقد إيه صعوبة المشهد وتعقيده علينا كلنا ومدى تأثيره علينا إحنا كمان كحكومة وكدولة في عملية التعامل مع هذه الأزمات كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن تعليم الفني هو المستقبل خاصة في مصر وأوضح أن الدولة تعمل على تطويره من خلال المدارس الفنية ذات المستوى العالي لتخريج طلاب دوي مهارات في سوق العمل إحنا النهاردة جايز كانت المشكلة أن مستوى التعليم الفني نفسه ليس بالمستوى المقمول عشان كده إحنا كل تركزنا من خلال الفترة اللي فاتت بمبادرة الشراكة مع رجال الصناعة ورجال الاقتصاد إن إحنا نخليهم يعملوا مدارس فنية على أعلى مستوى وإحنا حتى ندلهم المدارس بتاعة الدولة إن هم اللي يديروها ودي خطة واضحة جدا وشغلين عليها فده بيطلع مستوى من الخريج المؤهل بصورة عالية جدا بمجرد ما بيخرج بيبقى شغل من قبل حتى ما بيتخرج بتبقى فرصة العمل عنده وابتدت نظرة المجتمع وإحنا شايفينها بتتغير وابتدى ناس بمجميع عالية جدا في إعدادي بقى النهاردة بيفضلوا إن نروح للمدارسة فنية أو حتى في ابتدائي لكن إحنا كملنا هذا الموضوع لإن بعض طبعا الناس بيقولك طب أنا حابب أكمل الجامعة عايز أخذ مستوى أعلى عشان كده أنشأنا الجامعات التكنولوجية عشان اللي حابب إنه هو يكمل في نفس المصار يقدر ياخد التعليم الجامعي ويبقى اسمه وخري الجامعة الاتنين موجودين ولكن الأهم اللي أنا عايز أأكد عليه هذا التعليم هو المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبودي قد ترأس اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العالمين الجديدة لمناقشة عدد من الملفات وشهد الاجتماع استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية على رأسها سوق الدواء والأسمدة وأكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية بما يضمن استقرارها موجها السادة الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير التربية والتعليم وتعليم الفني محمد عبداللطيف رؤية الوزارة لمواجهة تحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أنه يجرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال وضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية وأشار إلى أن الوزارة انتهت إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في العجز في إعداد المعلمين والكثافات الطلابية بالفصول وارتفاع نسب الغياب بالمدارس وإعادة هيكلة التعليم الثانوي شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للاستفادة من الموظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط تتضمن مذكرة تفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشركات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز وأيضا إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار قابلة للزيادة شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي مراسم توقيع عقد مشروع شركة هايسنس مصر المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية مع المطور الصناعي الصيني تيدا مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإجمالي استثمارات 38 مليون دولار وطاقة انتاجية تبلغ مليونين ونصف المليون وحدة يأتي هذا التوقيع تساقا مع التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تعاون مع أكبر العلامات التجارية في العالم والتي تسعى لتوسيع أنشطتها بالأسواق العالمية وإفريقيا التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المديد سقر التقى عددا من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة يأتي هذا في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتلية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار التقى الفريق أول عبد المديد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار وألقى اللواء أركان حرب عمر جميل لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية مشيرا إلى أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظل محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وألقى الفريق أول عبد المجيد سقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيدا بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الجنوبية للدولة كما أكد أن القوات المسلحة تحريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانياتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات فضلا عن دورها الداعم لمسيرة بناء الدولة المصرية وخططها الطموحة للانطلاق نحو المستقبل المشرق وأوصل قائد العام للقوات المسلحة بضرورة الالتزام بتقاليد العسكرية المصرية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة الحصن المنيعة لكل من تسول له نفس المساس بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما طالبهم بمواصلة البحث والاطلاع للارتقاء بمستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعيدة نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظة وذلك بعد توقيع إجراءات للكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم في إطار جهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وبناء على توجهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة باستمرار توفير سبل الرعاية والتيسير عليهم من خلال تسهيل الخدمات التجنيدية المختلفة حيث نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظة وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم وألقى اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية فيما ألقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها الدولة اهتماماً بالغاً كما تضمنت المراسم عدداً من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام بما يسهم في رفع الروح المعنوية ورسم الابتسامة على وجوههم أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقاتكم بمقدمة السفوك قولاً وعملاً ويجب أن يقدموا المسألة الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبياً لطموحات وآمال المواطنين وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم تواصل الحكومة جهودها لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي وتطوير بنياته التحتية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات من أبرزها زيادة الحملات الدعائية والتسوقية لمختلف المنتجات السياحية برنامج عمل طموح للحكومة يتضمن تعزيز تنمية القطاع السياحي خاصة وأن مصر تمتلك جميع مقومات الجذب السياحي بموقعها الجغرافي المتميز وبما تمتلكه من منشآت سياحية وفندقية بالإضافة للإرس الحضاري والثقافي في هذا الإطار تواصل الحكومة العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحية وتطوير بنياته التحتية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من أبرزها زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية في مختلف قنوات التوزيع وتطوير الرسالة الإعلامية والتركيز بصفة خاصة على التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع تطوير آلياته الحكومة مستمرة أيضاً في طرح منتجات سياحية جديدة لاجتزاب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين بما ينعكس إيجابياً على توسيع قاعدة العرض وتعظيم الإرادات السياحية وخلق فرص عمل إضافية ويشمل ذلك على سبيل مثال التركيز على تنمية منتج سياحة المؤتمرات ومنتج السياحة الاستشفائية في الوقت نفسه ستعمل أجهزة الدولة على خلق منتجات سياحية إقليمية مشتركة مع دول الجوار بهدف زيادة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى تشجيع السياحة العربية ومع تضافر جهود أجهزة ووزارات الدولة لزيادة الحركة الوافدة إلى مصر ستستمر وزارة السياحة والأصار في التنسيق مع وزارة الطيران المدني لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف مع العمل المستمر على تطوير برامج تحفيز الطيران على نحو يواكب الأهداف الاستراتيجية واتجاهات السوق التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي رفض مصر استمرار الحرب في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في التساعي رقعة الصراع بالشرق الأوسط مشيراً إلى مسئولية الدول الكبرى والمؤثرة للتدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والاختيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وخلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل استعرض وزير الخارجية نتائج الاتصالات التي أجرها مع عدد من وزراء خارجية المنطقة وخارجها مؤخراً بهدف احتواء حالة التوتر والحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النتاق هذا وأكد عبدالعاطي أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين داعياً الاتحاد الأوروبي وجميع شركاء عملية السلام لتكثيف الجهود من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والعمل الجاد نحو هدف إقامة الدولة الفلسطينية ولا اعتراف بها أجرى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية البرازيلي مع روفيارا وذلك لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك تترق الاتصال لأبرز التطورات الإقليمية بالشرق الأوسط والتصعيد الذي تشهده المنطقة على جبهات متعددة حيث استعرض وزير الخارجية ما تقوم به مصر من مساعي حثيثة من أجل توصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد واحتواء توترات بالمنطقة وهو ما كان محل تقدير نظيره البرازيلي أدانت مصر تصريحات توزير المالية الإسرائيلي التي ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وعتبرت مصر مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضة شكلا وموضوعا وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنافا الأربع التي تفرد على إسرائيل أو تفرد على إسرائيل باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وذكرت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية مطالبة بدرورة الإطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد المآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت قالت الخارجية الفلسطينية أن التصريح العنصري الذي أطلقه سموتريتش بشأن تجويع وإماتة مليوني فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية وأسفرت أكثر من 300 يوم من حرب إسرائيل على غزة عما يزيد على 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وأكثر من 10 ألاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال استشهد 32 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين شرط مدينة غزة ومنزلين وسط وجنوب قطع غزة وأفاتت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البراج مما أدى إلى استشهاد 15 وإصابة آخرين بجروح مختلفة وتواصل قوات الاحتلال لعضوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة منذ 307 أيام حيث ارتفعت حصيلة العضوان إلى أكثر من 39720 شهيدا وإصابة 91730 الله أكبر الله أكبر استدعى وزير الخارجية النرويجي ممثلة إسرائيل لدى أصله للاحتجاج على قرار إسرائيل بإلغاء الصفة الدبلوماسية عن أعضاء في الصفارة النرويجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية قال وزير الخارجية النرويجي إنه تم استدعاء ممثلة إسرائيل لدى النرويج للاحتجاج على هذا القرار هذا وتقيم الحكومة النرويجية الآن الإجراءات الأخرى التي من الممكن أن تتخذها استؤنفت صباح اليوم حركة عبور شاحنات المساعدات والمواد البترولية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفاح البرية في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي حيث دخلت اليوم سبعين شاحنات مساعدات وعشرة شاحنات وقود المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب نعم مشاهدين الكرام بعد تحية لازم نتابع معكم كافة الجهود المصرية المبدولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم ما شاهدناه يؤكد أن هناك تدفقا ملحوظا لعدد المساعدات التي اتجهت من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم نتحدث اليوم عن أبور 95 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ودوائية هذا بالإضافة إلى أن وجود هناك عدد من الشاحنات التي تحمل خزانات للمياه ورز والطحين وهنا نذكر الطحين لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع القليلة الماضية كانت تتعمد وبشكل قاطع رفض دخول هذه الشاحنات التي تحمل دقيق إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذا بالإضافة إلى أن هناك عبور لعشر شاحنات تقريبا من الشاحنات التي تحمل محروقات أو مشتقات للبترول ومنها أربعة للغاز وستة للسولار هذه الشاحنات بالفعل من قام بتفريق حمولاته وصل إلى الستين شاحنة وهذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري إذن نتحدث عن عبور حوالي أكثر من مئة شاحنة أو مئة وخمسة شاحنة هذا العدد قليل جدا وضائل جدا لما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يحتاج إلى أكثر من خمسمائة شاحنة يوميا إذن نحن نتحدث تقريبا عن خمس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من الشاحنات التي مفترض أن تتجه إليه يوميا أيضا على مستوى التصعيد العسكرية اليوم شهد معبر رفح من الجانب الآخر يعني عدة ضربات جوية سمعنا دو انفجارات قريبة من المكان الذي نقف إليه الآن ونحن على مقربة من الجانب الآخر من معبر رفح هذه الضربات استهدفت الجهة الشرقية من المعبر من الجانب الفلسطيني وهذه الناحية هي التي نزح إليها الألاف من الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن أعزائي المشاهدين وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو السادسة متواصلة على شاشة كليفزيون المصري وتتابع نفيها الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان مع تواصل تعليق رحلات طيران العالمية لبيروت وإسرائيل تستعد للرد الإيراني بتخزين احتياجاتها في الملاجئ أصيب ثلاثة مواطنين لبنانيين بجروح جراء قصف مصيرة للاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على الطريق الرابط بين بلدتي يارين والجبين جنوب لبنان كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة في الجنوب اللبناني تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية أكدت شركة إير فرانس وترانسافيا تمديد تعليق رحلاتهم الجوية إلى بيروت حتى الأحد الحادي عشر من أغسطس بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان وأوضحت إير فرانس أن التعليق يشمل الرحلات بالاتجاهين بين مطار شارل دوغول في باريس وبيروت وجاء في البيان أن إير فرانس تذكر أن أمن زبائنها وتواقمها هو أولويتها المطلقة مؤكدة أن الشركة تتخذ إجراءات تجارية في هذا الإطار وأبقت إير فرانس على عملياتها بشكل طبيعي بين فرنسا وتل أبيب على ما أوضحت الشركة في حين أن مجموعات طيران أخرى مثل لوفت هانزا الألمانية وإيتا الإيطالية أعلنت الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لأيام معدودة اعتبرت صحيفة يديعوت أحرانوتا الإسرائيلية أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن واحد وأشرت الصحيفة إلى أن رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا إسماعيل هنية قد يتمثل بهجوم مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل حالة أشبه بالذعر أصابت الداخل الإسرائيلي مع حركات عقارب ساعة تدق لهجوم محتمل من إيران وحزب الله ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فوات شكر في بيروت في مركز محصن تحت الأرض خزنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إمدادات من الدم أما المصانع فقد تخلصت من المواد الخطرة كما تعكف سلطات المجالس البلدية على تفقد الملاجئ وتأكد من كفاية إمدادات المياه ترقباً للهجوم المحتمل منذ أشهر تحصن إسرائيل جبهتها الداخلية فاتخذت تدابير كثيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي لكن وطيرة التأهب تصارعت بشدة في الأيام الماضية بعد أن أصبح الصراع المحدود نسبياً مع حزب الله في جنوب لبنان ينذر بأن يتحول إلى حرب إقليمية شاملة تلك المخاوف أكدها ولو ضمنياً رئيس الوزراء الإسرائيلي ففي لقاء مع مجندين جود في الجيش دعا نتنياه الإسرائيليين إلى التحلي بالصبر ورباطة الجائش وأشار إلى إدراكه بأن مواطني إسرائيل في حالة تأهب مشدداً على استعداد تل أبيب للدفاع والهجوم إسرائيل تجد نفسها الآن أمام خطر حرب متعددة الجبهات فإلى جانب حماسة تواجه تل أبيب قصفاً غير منقطع من حزب الله في الشمال الإسرائيلي فضلاً عن هجمات عبر البحر من قوات الحوسي في اليمن هذا بخلاف التهديد الأكبر لها وهي إيران ويبدو أن الإسرائيليين تعودوا على أجواء الأزمة بعد قلق وترقب وذعر على مدى أشهر وعقب هجوم إيراني بمئات الصواريخ في أبريل الماضي دفعت تل أبيب لإجلاء عشرات الألاف من الإسرائيليين من المناطق الشمالية الواقعة في مرمى صواريخ حزب الله في بداية الحرب وأصبحت مناطق حدودية كثيرة الآن مدن أشباح لكن قصف حزب الله إسرائيل بالصواريخ منذ فترة طويلة قد يصل إلى مناطق في عمقها وإلى أهداف حساسة مثل مدينة حيفا الساحلية في الشمال التي تعد هدفاً سهلاً لصواريخها وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت فإن دولاً وصفتها بالصديقة لإسرائيل تتأهب للدفاع عنها وبالطبع تأتي في طليعة تلك الدول الولايات المتحدة التي بادرت بتعزيز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال بواريغا ومقاتلات لتكون في حالة تأهب هذا التوتر ينذر بأن المنطقة على شفى توسع الصراع لحرب إقليمية وهو ما أعرب الرئيس الفرنسي عن خوفه منه فدعا خلال اتصال مع نتنياهو إلى تجنب ما اعتبرها دوامة أعمال انتقامية في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى التحذيرات الفرنسية سبقتها دعوات للتهدئة من دول أوروبية أخرى التي رأت أن حربا بين إسرائيل ولبنان ستكون تداعياتها مدمرة على المنطقة بأسرها التقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي وفدا من مجلس النواب الأمريكي ضم أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي لبحث جهود وقف محاولات روسيا إطالة أمد الحرب خلال اللقاء شدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده تبذل قصار جهدها من أجل تحقيق سلام عادل في أقرب وقت ممكن وعلى صعيد ميداني أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسديل 96 اشتباكا بين عناصر الديش الأوكراني والقوات الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكد الرئيس الأمريكي جرو بايدن أنه غير واثق على الإطلاق من حصول انتقال سلمي للسلطة إلى كاملة هاريس إذا خسر الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات نوفمبر وشدد الرئيس الأمريكي على أن تلميحات ترامب خلال الحملة إلى أنه لن يتقبل الخسارة يجب أن تأخذ على محمل الجد كان بايدن قد انسحب من الصباق الرئاسي في يوليو الماضي معلنا دعمه ترشيح نائبته كاملة هاريس للرئاسة عن الحزب الديمقراطي تواصل القوات الروسية معاركها ضد القوات الأوكرانية لليوم الثالث على التوالي في أعقاب توغلها في الحدود الروسية بمنطقة كورتسكرا في هجوم جريئة أكبر موسكو على استدعاء جنود احتياط من جهتها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن سوف تجري اتصالا بالجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهدافه مؤكدة أن واشنطن تدعم الإجراءات المنطقية التي اتخذتها أوكرانيا لوقف هجمات القوات الروسية تصعيد عسكري جديد تشهده الأزمة الروسية الأوكرانية إسرى قيام كييف بتنفيذ تواغل داخل الأراضي الروسية تواغل حدا بالبيت الأبيض إلى الإعلان عن إجراء اتصالات مع النظام الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهداف هذا التصعيد في منطقة كورسك الحدودية وردا على سؤال بشأن العملية العسكرية الأوكرانية التي أدت إلى إجلاء ألاف المدنيين على جانبي الحدود قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير إن واشنطن سوف تجري اتصالا بالجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهدافه مؤكدة في الوقت نفسه أن واشنطن تدعم الإجراءات المنطقية التي اتخذتها أوكرانيا لوقف هجمات القوات الروسية وفي مايو الماضي سامح الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف بأن تستخدم أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا قرب منطقة خاركييف الواقعة شمال شرقية أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي شدد على أن شيئا لم يتغير في السياسة الأمريكية الرفضة لشن أي ضربة أوكرانية في عمق الأراضي الروسية وكانت القوات الأوكرانية قد شنت عملية عسكرية توغلت خلالها في منطقة كورسيكو الروسية الحدودية مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص على جانبي الحدود المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر انتقد وصف الرئيس روسي بوتين التوغل الأوكراني باستفزاز واسع النطاق وقال ميلر إنه من المبالغ به بعض الشيء أن نسمي هذا الأمر استفزازا بالنظر إلى أن روسيا انتهكت سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها من جانبها اعتبرت روسيا أنه يتعين على قواتها أن تضغط على أوديسا وخاركييف ودينيبرو وميكولايف وكييف وغيرها من المدن في أوكرانيا وفي تعليقه على الاختراق الأوكراني في منطقة كورسيك قال الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري متفديفا أن عملية موسكو لا ينبغي أن تظل بعد الآن تهدف فقط إلى تأمين الأراضي التي تعتبرها موسكو تابعة لها مما يشير إلى تصعيد عسكري محتمل على معظم الجبهات وصل رئيس وزراء بانجلاديش الجديد محمد يونس إلى دكا لتولي الحكومة المؤقتة الجديدة وذلك بعد أعمال عنف استمرت أسابيع يؤدي محمد يونس اليمين الدستورية كرئيس للحكومة المؤقتة في بانجلاديش وأكد محمد يونس أن طلاب المحتجين الذين أكبروا رئيسة وزراء بانجلاديش الشيخة حسينة على الاستقالة أنقذوا البلاد مؤكدا أهمية حماية هذه الحرية كما دع يونس المواطنين إلى الهدوء والامتناع عن جميع أنواع العنف مشيرا إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الأشهر المقبلة ترجمة نانسي قنقر يقوم وزير السياحة وثلاثة عشر سفيرا ومسؤولا أجنبيا بجولة في مدينة العالمين الجديدة حيث يقام مهرجان العالمين وذلك بحضور 24 وسيلة إعلامية أجنبية في هذه الأثناء تتواصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين لاستمتاع بفعليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والطرفهية بالمدينة أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية وتعاون الدولية بدولة مالي عبدالله ديوب وقد أكد وزير الخارجية خلال الاتصال الهاتفي على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل ودعم جهود الحكومات الوطنية في مجابهة الجماعات الإرهابية والتساعي رقعة العنف وهو ما يبرهن عليه دعم مصر للجانب المالي في مكافحة الإرهاب وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة من جانبه أعرب وزير خارجية مالي عن حرص بلاده على تكثيف التنصيق والتشاور مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وقدم الشكر لمصر على الدورات التدريبية التي تقدمها أكدت وزارة الصحة والسكان الحاجة المسى لإباد حلول منصقة تتمحور حول الناس لتعزيز العافية في أفريقيا من خلال مناهج شاملة ومتكملة وخلال كلمة ألقتها نائبة وزير الصحة عبل الألفي ضمن فعاليات الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والتغذية والسكان ومكافحة المخدرات التي عقدها للتحدي الأفريقي أكدت الألفي أن مصر حريصة على تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة مضيفة أن مصر تواصل التصدي للتحديات المستمر المتعلقة بالتغذية والنمو السقني وتعاطي المخدرات والجريمة ودعت الألفي الدول الأفريقية إلى الاستفادة من مبادرة الألفي يوم الذهبية من أجل تنمية الأسرة الأفريقية استقبلت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عددا من أعضاء مجلس النواب في إطار سلسلة لقاءاتها المتواصلة والمستمرة لتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والمشكلات البيئية المختلفة ناقشت الوزيرة مع النائبة إيفلين متة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مقترحا حول كيفية الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى تاقة عن طريق إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة تعمل على حرق المخلفات بجميع أنواعها تحت ضغط معين لدرجة حرارة عالية أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت الاهتمام الذي يليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين وخلال لقائه وفدا من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أكد أنه جاري العمل على قدم وساق لعمل السيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني بالإضافة إلى تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة القهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد أكد وزير الرأي هاني سويلم أن ملف تحول لنظم الرأي الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير من الحكومة تبقى لتوجهات القيادة السياسية وخلال لقائه وزير الزراعة علاء فاروق أكد سويلم أن تحول الرأي الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة تشمل البعد المجتمعي ومدى رغبة المزارعين في تنفيذ هذا التحول وتأثير استخدام نظم الرأي الحديث في الأراضي القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى من جانبه أكد وزير الزراعة أن التحول لنظم الرأي الحديث يأتي في إطار تكلفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية افتتح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بإحدى الشريطات التابعة للهيئة العربية للتصنيع بطاقة مليون محبس سنويا بنسبة تصنيع محلي 100% تقوم الهيئة بإنتاج هذه الصمامات الخاصة بمواقد الطاهي الآمنة ومواقد الطاهي التقليدية واستوانات الكلور المستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب وذلك لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير سعيا لتحقيق استراتيجية الدولة بتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاسترادة جاء افتتح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز الأمنة بإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في ظل توجهات فخامة سيادة الرئيس لتوطين الصناعات وتعمقها في مصر احنا كنا بنستورد محابس الغاز الأمنة اللي هي بتستخدم في صناعة مواقد الغاز ففكرنا طبعا ان احنا يجب ان نصنع هذا المحمس في مصانع الهيئة العربية التصنيع وبسرعة يعني بعد دراسة وبعد تجارب الحمد لله وبعد كمان التعاون مع احدى الشركات الأجنبية تم الحمد لله بفضل ربنا انتاج المحبس الآمن يعتبر خط انتاج الصمامات الآمنة لمواقد الغاز هو الاول من نوعها في مصر بطاقة مليون محبس سنويا بنسبة تصنيع محلية مئة في المئة بما يلبي المتطلبات المتزيدة للسوق المحلية من هذه الصمامات وتقوم الهيئة بانتاج هذه الصمامات الخاصة بمواقد الطهي الأمنة ومواقد الطهي التقليدية واستوانات الكلور المستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير انا شايف النهاردة ان احنا اللي كنا بنستورده الفترات اللي فاتت لا احنا ادلنا نعمق التصنيع المحلي ادلنا ان احنا نعمل مكون محلي هنعتمد عليه وهنحدم الواردات وده الهدف المستعدد معنا في المرحلة اللي جاية دي الحمد لله رب العالمين الخط ده يعتبر الخط الأول هي قصة العربية وشكل الأوسط وافرقية نعمل ان شاء الله نحنا نلبي احتياجات السوق المصري دي مرحلة الأولى بالانتاج بحوالي مليون محبس سنويا ومخطط ان شاء الله نوصل ل 5 مليون محبس 3 سنتين ان شاء الله دي مرحلة الأولى والتشغيل التجريبية للمصنع ان شاء الله في فترة القادمة ان شاء الله هنوصل لـ 100 ألف محبس في الشهر لنبيت احتياجات السوق وشركات المصنع المتجدين وتهدف الهيئة العربية للتصنيع إلى تقديم حلول متكاملة بكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وابداع مصرية وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع لجميع مستلزمات صناعات تطبيقات الغاز الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلية فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلية لسد الفجوة الاسترادية وتوفير العملة الصعبة تحت شعار صنع في مصر من خلال الاستفادة القصوى من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة وغرفات الصناعة الهندسية وهذا موعدنا مع الوقف الاقتصادية لنشرة السادسة وتفاصيل مع شروق عماد الدين تفضل أهلاً إلهام، أهلاً سارة أهلاً بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة أعلن وزير المالية أحمد كورجك صرف واحد وتسعة من عشر ميار جونيك دفعة جديدة لخمسمائة وستين شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمنبادرة السداد النقدي الفوري وأشار وزير المالية إلى أنه بهذه الدفعة من المبادرة يبلغ عدد الشركات المستفيدة بالمرحلة السابعة ألفاً وخمسمائة وتسعين شركة بإجمالي مصاندة تصدرية بنحو ثلاثة عشر مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس وأوضح وزير المالية أن إجمالية قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو ستة وستين وتسعة من عشر مليار جنيه للمصدرين موسيقى 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 بحث رئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس إحدى كبريات الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة تأسيس مجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر وخلال الاجتماع أكد مسؤول الشركة الصينية أنها تستهدف ضخة 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع للاستفادة من المزايا التنفسية للاقتصاد المصري موسيقى عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عقد لقاءا مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية استعرض اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وأكد الوزير وجود فرص استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري وجهنا بالنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمروكية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة موسيقى موسيقى استعرض مركز المعلومات وتعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة حول توقعات استهلاك العام من الكهرباء خلال عامي 2024-2025 وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي من الكهرباء بأسرع وطيرة منذ سنوات مدفوعا بموجات حر شديدة واستمرار تزايد الاعتماد على الكهرباء في جميع أنحاء العالم حيث سيرتفع النمو المتوقع لاستهلاك الكهرباء بالنسبة 4% مدفوعا بالنشاط القوي في صناعات الخدمات والقطاعات الصناعية المختلفة موسيقى عقد وزير البترول كريم بدوي جلسة مباحثات مع وفد من شركة فالكو أنرجي الأمريكية وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت استعراض أنشطة الشركة وخططها وبرامج عملها لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مناطق عملها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية من جانبه أكد وفد الشركة الأمريكية أهمية من الصراك منطقة واعدة لزيادة أنشطة شركة فالكو في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والغربية خاصة بعد استحواذها على أصول شركة ترانس كلوب الكندية في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد مكاسب الجلستين حيث حدى تأثير المخاطر المتزايدة المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط من تأثير مخوف الطلب والتي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2024 مطلع الأسبوع وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.19% ليصل إلى 78.18% للبنيل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.84% ليصل إلى 74.55% للدولار وكذلك تراجعت أسعار المزودة عالميا بنسبة 45.100% لتصل إلى 2.34% للتر وانخفضت أيضا أسعار الغازة الطبيعية بنسبة 2.84% لتسجل 2.5% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأزموع المنقضي ما يشير إلى أن المخاوف من تظهر سوق العمل كان مبالغا فيها وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائما وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية قد انخفضت بواقع 17.000 إلى مستوى معدن في ضوء العوامل الموسمية عند 233.000 الأسبوع الماضي وهو أكبر خفاض في نحو 11 شهرا وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لريترز تسجيل 240.000 طلب في الأسبوع الماضي ترجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات في نعكاس الهبوط في الأسواق الأسيوية حيث ضغطت خسائر أسهم التهنولوجيا على المؤشر القياسي إلا أن سلسلة من التآج الإيجابية للشركات قد حددت من الخسائر والخسائر وهبط المؤشر استوكس الأوروبي بنسبة 9 من 10% وتكبد مؤشر قطاع المواد الأولية وأكبر الخسائر بين القطاعات وترجع مؤشر قطاع تكنولوجيا مقتفيا أثر أسهمي التكنولوجيا الأسيوية انتهت جولتنا في نشرة السادسة وعودة من جديد إليكم شكرا لك شروع آمد وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة إليكم تذكرة بأبرز ما جاء بها من أخبار التهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر محور مباحثات الرئيس السيسي ووزير خارجية إريتريا وصد تأكيد على استمرار التنصيق المشترك الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكومة عليهم في جرائم مختلفة مصر تدينه إدعاءات وزير مالية إسرائيل بوجود مبرر أخلاقي لتجويع الفلسطينيين وتعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومرفوضة شكلا وموضوعا نهاية نشرة السادسة قدمناها لكم من التليفزيون المصري شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة